اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات او سلسلة نظم الهايدروليك في الفيديو اللي اتعمل قبل كده كان الفيديو مصمم خصيصا للي ما عندوش او ما اشتغلش خالص في انظمة الهايدروليك وكان الفيديو بيدي فكرة مبسطة عن ازاي بتشتغل انظمة الهايدروليك في المجموعة ديات اللي احنا هنبتدي فيها بالفيديو دوت هنشوف ايه هي مكونات الانظمة واستخداماتها بنوع من التفصيل وبنتعرض للنظري والعملي يعني حيبا فيه جزء نظري وفيه جزء عملي فمثلا لما هنتكلم عن البساتم هنعرف ازاي اختار ازاي استخدم ازاي اعمل تصميم للبساتم المضاخات نفس الحكاية السولونويد فالف والبريشر كنترول سيستم بتاعها ازاي بتحكم فيها ازاي باختارها لان دي مجموعة كبيرة جدا ومهمة جدا الخزانات الهايدروليك اللي هي الاكيموليتر ازاي بعمل حساباتها ازاي بشوف تركبها وبتتركب من ايه ازاي بعمل الرسم الهندسي لدوائر الهايدروليك ازاي بترسم ازاي ادراعرف اقرأ وفي الاخر برضو هنتكلم على ازاي اعمل الاختبارات للاجهزة الحاجة اللي عايز اقولها ان كل الصور اللي هتشوفها دلوقتي هي انظمة انا اشتغلت فيها في الحقيقة كان ليا الحظ يعني والشرف ان انا اشتغل فيها وكنت مسؤولة عن التصميم والتنفيذ والاهم حاجة اختباراتها والموافقة على انها بتقوم بالعمل المطلوب منها فحنتعرف على حاجات زيديات اللي هي البساتم هنتعرف على بعض دي انظمة التوليد يدوية ايسف مشكلة يدوية يعني التحكم فيها يدوي ما فيهاش بيالي سي ما فيهاش اي كنترولجير تحكم باليادوي بفتح بلف او بقفله ولكن الوحدة نفسها زي ما شايفين المجموعة دي كلها هي وحدات توليد هيدروليك علشان البلوف وبقدر اخذها انقلة من مكان لمكان اه فيه انظمة تانية زي ما احنا شايفين ادي المطور مثلا حوالي كان عشر حصان اظن اه عندنا هنا الاكيموليتور او الخزانات الزيت الهايدروليك اللي هي لما بستخدمها في اوقات لما بنقطع الكهرباء او ليها استخدمة تانية هنشوفها برد في وقته اه دي الوحدات زي ما شايفين من هنا اه بنشوف واحدة التحكم وهنا شايفين اه السورونايد موجود مع اجهزة الكنترول معنا هنا وراء البمب والتانك بتاعنا جوه منه المطور ومتوصل بالبمب والبمب موجودة جوه المطور اه دي مجموعة تانية برضو كانت بيسموها سكاد اه زي ما شايفين هنا مطورين المطور واحد كان خمستاشر حصان اه يعني حاجة كبيرة شوية وشغالين اه ردندنس يعني اه ردندنس يعني اه ردندنس يعني لو واحد عتل التاني بيشتغل لو الرمبة دي او المضخة دي اه بازت او مش قادرة تدي الضغط اللي انا عايزه التاني بتقوم اوتوماتيك وبقدر اعمل سويتش ما بينهم اه زي ما شايفين هنا الوحدات بتاعة الخزانات الزيت ودية الوحدة بتاعة الكنترول والجزء اللازر الكبير ده هو اه خزان الهيدروليك ده في اثناء اختبارات تسليم الوحدة دي اه ده برضو منظر تاني لنفس الوحدة امكن الصندوق الكبير ده هو بس عبارة عن توصيلات اه كنترول ما فهوش كنترول لكن الكنترول كله موجود هنا عندي اه حاجات بتقيس درجات الحرارة والتحكم بتاعي عندي هنا مجموعات ما شايفين مجموعة كبيرة من السولونويدز وموجودة على هيدر هنشوف الكلام ده بالتفصيل بعد كده في الفيديوهات كل فيديو هتكلم عن حاجة معينة يعني هنتكلم عن مثلا دي اه مضخة هيدروليك جوه تانك زي ما شايفين كده يمكن ادي الفلتر بتاعها و ادي المضخة هنا اه دي مضخة تانية زي ما شايفين اه الداخل والخارج بتاعها اه دوت البرشور والفلو كومبنسيشن بتاعها و هنتكلم عن السولونويدز زي ما شايفين ده في هيدر بيخش فيه الضغط العالي و بيرجع منه الراجع للتانك برضه و كل مجموعة من دي هي مجموعة بتتحكم في احد البلوف و اه ممكن شايفين هنا كمان تحت هنا الكنيكشن او الوصلات بتاعة البلوف الكبيرة اللي هي برا مفروض بفتحها بقف اللي هي البلوف كبيرة وتقيلة جدا عشان كده بجيب لها النظم الهيدروليك اشغالها بيها ما نفعش اشغالها بايدي اه الحل التاني ان انا اشغالها بمطور ولكن اللي عندنا هنا هو اللي في الاستخدام ده كان اه انظمة هيدروليك اه والكنيكشن بتاعها والوصلات هي بيسموها كويك ديسكنيكت او وصلات سريعة زي وصلات الهوى اه انك انت بتدخلها على طول اه اشكال تانية لي السولونويدز و زي ما قلت لحضراتك هنا الحاجات دي كانت تعملها في استصورت فاسنا الاختبارات دي لوحة كنترول ما فيهاش غير ريليهات يعني كلها مسامة بالريليهات اه دي هنا واحدة متصممة بالبيل سي و زي ما شايفين فيها يو بي اس والبطاريات بتاعته عشان لو الكهرباء اضعت هنا واحدة تانية برضو اه بتك اه برضو بي كنترول ما عندنا يو بي اس من نوع تاني كبير شوية والتحكم بتاعهم يا اما كان بيبقى عن طريق اه بوش بطن وسويتشات بسيطة جدا او عن طريق اه سكرين اتش ام اي وبنتحكم بنفتح ونقفل البلوف طبعا دي ممكن تشغل واحدة زي كده في مكبس او في اه اه يعني مواتير وحاجات من دي وحنشوف الكلام ده في كل فيديو حيبقى متكلم عن حاجة معينة فمسلا في فيديو اللي حنتكلم فيه عن اه الهيدروليك اه اسكيماتيك او سكيتشز او الرسومات الهيدروليك هنتعرف على الفرق بين البومب دي والبومب دي المسلا المجموعة اللي تحت دي كلها مضخات كل واحدة ليها اه رسمة بتقول كلام فانتر ما بتشوف دي في الرسمة هيدروليك بتبقى عارف ايه المضخة المستخدامة السيرونويد هنا ده مثلا في سوستة وفي هنا سوستة ده هنا اسمه تليف يعني ثلاثة اماكن الحاجة اللي جوه اللي بسموها الاسبول اللي جوه بتتحرك في ثلاث اماكن في النص ويمين وشمال ولو سبت من هنا الكهرباء والكهرباء بتبقى موجودة في النص هنا اه ده توب بوزيشن والحاجات دي كلها نتعرض عنها عليها ونتعرف عليها في الفيديو الخاص بالاسكيماتيك اخيرا احنا اه يمكن اللي مهم قوي ان احنا نعرف حاجة عن السيفتي بتاعت انظمة الهيدروليك السيفتي مهمة قوي قوي جدا جدا والموضوع ده مش هزار ولا اه ناخده باستخفاف وانا شفت في الحقيقة اه كان في حوادث حصلت برضو اه يعني لبعض الشركات وكان معروف ايه اللي حصل انك بتشوف اه خرطوم هيدروليك وامطلع شوية زيت خفيف كده قوي 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 فالواحد بدون وعي بيحط ايده على الخرطوم وللاسف الشديد انه بالضغط جوه بنتكلم على 3000 بي اس او 200 ضغط جوي فبمنتهى السهولة الزيت ممكن يخش في الايد ومنها ممكن يخش في الشرايين الجسم اه طبعا دوت موضوع مهم قوي الاولى السيفتي الامان بتاعي وانحنا مفروض هنتعرض لي برضو اه واحنا بنتكلم عن الهيدروليك اه احنا بنقول بس ان اي هيدروليك هوز اه خرطيم الهيدروليك لما اي معدة شغالة او مشغالة انا مفروض اه يعني بابعد عنها ما بحطش ايد عليها اطلاقا خالص اه وان شاء الله نشوفكو في الفيديوهات اللي جاية وياريت اي تعليق منكو حاجة عايزين نزودها نقللها نتكلم عنها ياريت تتواصلوا معنا وان شاء الله الفيديوهات تكون تقدم حاجة جديدة لكم شكرا والى اللقاء